مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الجمعة الرابع عشر من شهر أبريل نيسان 2023 ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أمس الخميس في برلين موافقتها على قيام بولندا بتسليم خمس طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز ميك 29 من مخزونات جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة إلى أوكرانيا وترجع الطائرات بالأصل إلى عام 1991 عندما استولت ألمانيا على 24 مقاتلة من مخزونات الجيش الوطني الشعبي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة ولكن في عام 2004 أعطت برلين 22 طائرة إلى بولندا وتبقى طائرتين دمرت إحداهما في حادث تحطم وأخرى معروضة في متحف جدير بالذكر أن طائرات الميك كانت من بين أحدث الطائرات المقاتلة بالعالم في تسعينيات القرن الماضي بيابوك تفعلها وتنجح بإقناع الصين بعدم تزويد روسيا بالسلاح بعد محادثات استمرت قرابة ساعتين بين وزير الخارجي الصيني تشين جانك ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيابوك تعهدت الحكومة الصينية بعدم تقديم أسلحة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا وقيامها بمراقبة صادرات السلع لروسيا ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري وبحسب الترجمة الرسمية قال وزير الخارجي الصيني لن نستمر في صب الزيت على النار حذرت شرطة برلين مظاهرتين فلسطينيتين كانتا مقررتين في عطلة نهاية الأسبوع لإحياء يوم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبررت الشرطة رفضها بأن التجمعات يمكن أن تؤدي إلى هتافات تحريضية أو معادية للسامية أو تمجيد للعنف أو حتى أعمال عنف ومع ذلك تريد الشرطة التواجد في الموقع المقرر للمظاهرة المحظورة مع العديد من خدمات الطوارئ لمنع التجمعات المحتملة للمتظاهرين جدير بالذكر أن شرطة برلين تعرضت مؤخراً لانتقادات شديدة لفشلها في وقف مظاهرة فلسطينية ردد فيها هتافات معادية لليهود تزداد المضايقات السياسية للألمان من قبل تركيا يوماً بعد يوم فبحسب الحكومة الألمانية هناك العشرات من المواطنين الألمان محتجزون في سجون تركيا بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد الألمان الذين لا يسمح لهم بمغادرة البلاد حيث يوجد حالياً في تركيا ما لا يقل عن 64 مواطناً ألمانياً في السجن بتهم ومزاعم تتعلق بالإرهاب وبحسب ما ذكرت وسائل الأعلام الألمانية فإن القضاء التركي والحكومة التركية تقوم بتطبيق تعريف فطفاض للغاية وغامض للإرهاب لاتخاذ إجراءات ضد المعارضين لها كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم